في فيينا تلتقي الدول المتشبثة بالاتفاق النووي وتحاول حمايته من الانسحاب الامريكي مسؤولون من بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا وروسيا يجتمعون لبلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي حتى لا يذهب الاتفاق الحالي أدراج الرياح وتتمثل هذه الاستراتيجية بالابقاء على تضفق النفط والاستثمارات مع الالتفاف على العقوبات الامريكية التي قد تعارض الاقتصاد للخطر كما سيسعى الإيرانيون من هذا الاجتماع الذي يترأسه الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على ضمانات من القدرة على حماية التجارة من العقوبات الامريكية بالإضافة إلى مواصلة شراء الذهب الإيراني الأسود ولن تقف ما طالب طهران هنا ففيما كشفت أنها ستقرر خلال أسابيع إن كانت ستبقى في الاتفاق طالبت القوى الأوروبية بتقديم حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الجاري كتعويد عن الانسحاب الامريكي وعلى الخط نفسه ثمن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الجهد الأوروبي لإنقاذ الارتفاق الذي لا يزال ساريا محذرا من عواقب وخيمة إذا لم يتم الحفاظ عليه في وقت أوضح أن موسكو لن تعترف بأي إجراءات أحادية الجانب بوتين الذي عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفرنسي في سان بوتروسبرغ أشار إلى أن هناك إمكانية لبحث مسألة امتلاك إيران صواريخ باليستية ومستقبل البرنامج النووي الإيراني إمانيويل مكرون الذي شاطر بوتين في هذه النقاط أعرب عن تفاؤله استنادا لتقارير الوكالة الدولية التي أفادت بالتزام إيران ببنود الاتفاق مقترحا إضافة بعض التعديلات عليه ترجمة نانسي قنقر